تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة شديدة من نقاش كروي اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس حلقة اليوم ممكن الموضوع شوي خارج أجواء دور الأبطال اللي كنا عم نعيشها مبارح لكن قبل أسبوع كنت مع الشباب في إي بي أل وورد على تويتر كنا عم في سبيس ومنتكلم فكان دائما فيه كأنه بكلامنا يعني من بعض الشباب من بعض الأصدقاء فكان في نقاش دائما حول أرسين فينجر إنه لو كان موجود كان أرسينال بهذا الحال ولا لا هحكي في حلقة اليوم وجهة نظري لو بتعرفوا نقاش كرة وقائمة إني أحكي وجهة نظري بعدين تحكولي وجهة نظركم وجهة نظري بتقول في الحقيقة إنه اللي بلش يزرع بذور هذا الحال هو أرسينفينجر بفترة أرسينفينجر سواء بتراجع النتائج لازم ما ننسى إنه آخر سنتين ما طلع توب فور بالأساس واللي بدأ يقبل الخسارة وعدم التتويج ويزرع هذه الثقافة أيضا هو دائما كان يطلع راضي حتى لما ما قدر يجيب الدوري من ليستر سيتي دائما يدافع عن الحال أذكر يوما ما جروي سجل هدف التعادل كانت نتيجة 3-3 من أحد الفرق الصغيرة واحتفل فالصحافة الإنجليزية كلها قالت شو بيعمل هذا كيف بتحتفل لك مسجل هدف تعادل بفريق صغير لازم تكون تمسك الكرة وتركض وتكمل إنك تحاول تفوز حتى لو ضايل دقيقة في اللقاء هناك وقتها الإعلام كان منتقد جدا لكن أرسن فينجر طلع دافع وقال آه هذا حلو تعادل ونقاط فهو أول شخص بدأ يعني يزرع ثقافة الفوز والخسارة شبهه بعض وأيضا إذا كان الخطأ إداري من إدارة أرسنال هو أول من تماشى معها رغم أن قوة أرسن فينجر أكيد أكبر من أناي إمري وأرتدتها هو اللي كان بقدر يحكي لكن قبل ذلك فحين لو قال أن بسر أليكس فلوكسون ما كان يقبل هذه التوجهات لتحطيم المشروع اللي هو ماشي فيه فبداية الموضوع وبداية الأساس في زرع هذه الثقافية أنا أعتبرها بدأت من أرسن فينجر ومشكلة أرسنال الحالية مش مدرب ولا أسماء يعني شوفوا صفقاتي العجيبة هذه كانت مباشية أيضا من أيام أرسنال الماضي فهذه الصفقات الغلطة الصفقات اللي بتيجي وما بتعطي بأحسن شكل كانت موجودة حتى في فترة فينجر فهي ثقافة مشكلة أرسنال الحالية هي ثقافية ثقافة النادي جينات النادي هي الغلط هي المحتاجة تعديل وأنا أعتقد هي بدأت تسوء في عصر فينجر اللي بلا نقاش صنع فترات تاريخية مع أرسنال كرة لا تقارن قدمها مع أرسنال شيء قرافي شيء خيالي لكن أخر الوقت ضيع كثير من ذلك البريق اللي كان صانعه بأرسنال ومهد للأسف للوضع الحالي هذي وجد نظري شو وجد نظركم واسمعوا وحكولي بصراحة وإسهاب وخذوا راحتكم بالتعليقات في يوتيوب في تويتر فيسبوك وإنستجرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة